بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التصليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب في مادة المهارات الرقمية فصل الدراسة الثانية للصف الأول المتوسط سيكون درسنا لهذا اليوم التنسيق المتقدم الجزء الثالث تكلمنا في الحصة الماضية عن تطبيق التنسيق المتقدم في جدر البيانات تكلمنا عن دمج الخلايا والتفاف النص وتعين المحاذاة كذلك عن إدراج أيقونة وأيضا تكلمنا عن حفظ المصنف بإسم دمج الخلايا والتفاف النص وتعين المحاذاة تعلمنا درس السابق أنه يمكنك تنسيق البيانات أو جداول البيانات بشكل أكبر عن طريق تطبيق التفاف النص ودمج الخلايا وتحرير خيارات المحاذاة لدمج الخلايا والتفاف النص أولا نحدد الخلايا التي نريد دمج الخلايا دمج البيانات بها ومن ثم مثلا على سبيل المثال كانت من الخلية A2 إلى الخلية D2 ومن ثم في علامة تنويب الشريط الرئيسي هم من مجموعة المحاذاة Alignment نضغط على توسيع Expand ومن ثم نحدد خيارات أو خانات الاختيار التفاف النص Rob Text بعد ذلك نحدد دمج الخلايا Made Cells في قائمة أفق Horizontal نضغط على توسيط Center ومن قائمة عمودي Vertical نضغط على توسيع Center مرة أخرى ومن ثم نضغط على موافق ستلاحظ أن البيانات التي أو الخلايا التي تم دمجها ستصبح خلية واحدة وهذا تطبيق عملي لدمج الخلايا والتفاف النص بعد فتح المستند والمصنف نحدد الخلايا في مثالنا من الخلية A2 إلى الخلية D2 من علامة أو من قائمة الشريط الرئيسي في المحاذاة نضغط على توسيع وبعد ظهور نافذة تنسيق الخلايا نختار المحاذاة بعد ذلك التحكم بالنص نختار التفاف النص ودمج الخلايا ومن ثم في محاذاة النص في الأفقي نختار توسيط وأيضا في العمودي نختار توسيط بعد الضغط على موافق ستلاحظ أن نص لائحة البقالة سيكون في منتصف الجدول بعد دمج الخلايا الأربعة مع بعضها البعض أيضا تكلمنا عن إدراج أيقونة في برنامج مايكروسوفت إكسل وذكرنا أنه كما هو الوضع في مايكروسوفت وورد يمكنك في إكسل إضافة أيقونات لجعل جدولك أكثر جاذبية بإمكانك إضافة الصور والأيقونات من خلال مجموعة رسومات توضيحية في أي موضع وتنسقها باستخدام قائمة تنسيق الرسم لإدراج أيقونة في علامة التبويب بعد فتح المصنف في علامة التبويب إدراج إن صرت من مجموعة رسومات توضيحية إلستريشنز نضغط على أيقونات بعد ذلك في نافذة الأيقونات اكتب كلمة أو عبارة في البحث مثل البقالة واضغط على إنتر بعد ذلك نختار إحدى الأيقونات ومن ثم نضغط على إدراج بعد الضغط على إدراج أو إنسيرت ستلاحظ أن الأيقونة تم إدراجها إلى الجدول الخاص بك مباشرة ذكرنا أنه تذكر دائما أنه من أجل الوصول إلى مكتبة الرموز أو الأيقونات وإدراجها في المستند الخاص بك يجب أن تكون متصلاً بشبكة الإنترنت وهذا تطبيق عملي لإدراج أيقونة بعد فتح برنامج مايكروسوفت إكسل والمصنف الجدول الذي نعمل عليه من قائمة إدراج نختار من رسومات توضيحية من القائمة التي ستظهر نختار الأيقونات بعد الضغط على الأيقونات ستظهر جميع الأيقونات الموجودة تستطيع إدراج أي أيقونة من الأيقونات الموجودة أو البحث عن الأيقونة التي تناسب الجدول الخاص بك في خانة البحث نستطيع كتابة مثلاً نكتب البقالة نختار أحد الأيقونات الظاهرة بعد الضغط على الأيقونة نضغط على إدراج وسيتم إدراج الأيقونة مباشرة إلى ورقة العمل وإلى الجدول الخاص بك بعد إدراج الأيقونة يتيح لك برنامج مايكروسوفت إكسل تنسيق الأيقونة ولتنسيق الأيقونة نفتح البرنامج والجدول ومن ثم على الأيقونة نضغط بزر الفار الأيمن بعد ذلك نضغط على تنسيق الرسم Format Graphic ستظهر نافذة تنسيق الرسم حيث هناك العديد من الخيارات الظاهرة لتنسيق نستخدم أو استخدمنا في الدرس السابق خيار الحجم Size لتغيير حجم الصورة بإمكانك أيضا تجربة الخيارات الأخرى لتحسين جدولك للأفضل تطبيق العملي لتنسيق أيقونة بعد فتح برنامج أول مصنف المحفوظ نضغط على الأيقونة بزر الفار الأيمن ستظهر قائمة نختار تنسيق رسم ستظهر مجموعة من التنسيقات نختار مثلا الحجم وتستطيع تغيير القيم الموجودة وسيظهر التعديل مباشرة على الأيقون بعد الانتهاء نضغط على زر الإغلاق وسيتم تطبيق التنسيق الذي اخترته أيضا في الدرس السابق تكلمنا عن حفظ الملف بإسم أو المصنف بإسم وذكرنا أنه حتى لا تفقد العمل المنجز أثناء تحرير المصنف يجب عليك حفظه ولحفظ المصنف أولا بعد فتح البرنامج Microsoft Excel والعمل على المصنف نضغط على علامة التبويب ملف فايل كما تعلمنا مسبقا أيضا بعد الضغط على علامة التبويب فايل نضغط على حفظ بإسم ومن ثم نضغط على استعراض نحدد بعد ذلك المكان الذي نريد حفظ المصنف فيه مثلا وليكن في مجلد المستندات نكتب اسم للمصنف في مربع نص اسم الملف على سبيل المثال في مثالنا نختار قائمة التسوق نضغط على حفظ سيف وسيتم حفظ المستند بالاسم الذي اخترنا كما هو ظاهر في الصورة تطبيق عملي لعملية حفظ المصنف باسم بعد الانتهاء من العمل على المصنف من قائمة ملف نختار حفظ باسم بعد ذلك نحدد المكان الذي نريد أو المجلد الذي نريد حفظ الملف فيه وليكن في المستندات بعد الضغط على المستندات ستظهر قائمة نختار أو نكتب اسم الملف في خانة اسم الملف وليكن قائمة التسوق كما ذكرنا في المثال ومن ثم نضغط على حفظ وسيتم حفظ المصنف مباشرة في مجلد المستندات لديك باسم قائمة التسوق أو بالاسم الذي كتبته في خانة اسم الملف سنتعلم في درسنا لهذا اليوم تطبيق التنسيق المتقدم في جدل البيانات وسيكون ذلك عبر إدراج ورقة عمل جديدة أيضا إعادة تسمية ورقة العمل كذلك حذف ورقة العمل وفي الأخير سنتكلم أو سنتعلم عن تنسيق البيانات هل يمكنك إدراج ورقة عمل جديدة في برنامج الإكسل أثناء عملك على برنامج الإكسل سيكون هناك ورقة عمل مدرجة وحيدة في بداية فتح البرنامج أو المصنف إذا احتجت إلى ورقة عمل جديدة هل يمكنك إدراجها هل يمكنك تنسيق البيانات في برنامج الإكسل بعد إدخال البيانات في المصنف الخاص بك هل تستطيع تنسيق هذه البيانات هذا ما سنتعلمه بإذن الله خلال هذا الدرس أولا نحتاج أحيانا إلى إضافة أكثر من عمل إلى أكثر من ورقة عمل في ملف إكسل واحد بعض الأحيان نحتاج أن نضيف أكثر من ورقة عمل في نفس المصنف لهذا السبب برنامج الإكسل يتيح لك إضافة أو حذف أو إعادة تسمية أوراق العمل حسب حاجتك والغرض منها لإدراج ورقة عمل جديدة بعد فتح المصنف في أسفل المصنف سنجد أو يمكننا إدراج ورقة العمل من خلال رمز الزائد الذي يظهر بجانب ورقة العمل كما هو موضح في الصورة بعد الضغط على الزائد علامة الزائد سيتم إنشاء ورقة عمل بشكل مباشر تطبيق عملي لإدراج ورقة عمل جديدة بعد فتح مصنف Microsoft Excel في أسفل المصنف نرى عدد الأوراق الموجودة ورقة واحد بعد الضغط على علامة الزائد سيتم إضافة ورقة مباشرة وبعد الضغط على كل ما تم الضغط على علامة الزائد سيتم إضافة ورقة عمل جديدة بعد إضافة أوراق العمل يتيح لك برنامج Microsoft Excel إعادة تسمية هذه الأوراق بما يتناسب مع الجدول الخاص بك وإعادة تسمية ورقة العمل أضغط ضغطا مزدوجا أو نضغط بزر الفارة على زر الفارة الأيمن نضغط ضغطا مزدوجا بزر الفارة الأيمن أو نضغط بزر الفارة الأيمن على ورقة واحد sheet 1 ستظهر قائمة نختار منها إعادة تسمية rename بعد ذلك نكتب اسم من اختيارنا مثلا في هذا المثال نختار اسم جدول اللياقة ونضغط على مفتاح enter سيتم تغيير اسم ورقة العمل إلى الاسم الجديد مباشرة إذن في البداية إعادة تسمية ورقة العمل بعد فتح المصنف نذهب إلى اسم الورقة في أسفل المصنف بالشكل القياسي سيكون الاسم ورقة واحد أو sheet 1 نضغط بزر الفارة الأيسر ضغطا مزدوجا على الورقة على اسم ورقة واحد بعد ذلك نكتب اسم الورقة الجديد أو نذهب إلى ورقة واحد وبزر الفارة الأيمن من القائمة التي ستظهر نختار إعادة تسمية ومن ثم نكتب اسم الورقة الجديد ونضغط مفتاح enter سيتم تغيير اسم الورقة بشكل مباشر هذا تطبيق عملي لإعادة تسمية ورقة العمل بعد فتح مصنف الإكسل نستطيع من خلال في أسفل المصنف من اسم ورقة واحد بضغط بزر الفارة الأيمن نختار من القائمة إعادة تسمية ونكتب الاسم الجديد بعد ذلك نضغط enter وسيتم تغيير اسم ورقة العمل كذلك نستطيع بعد الضغط على اسم الورقة بزر الفارة الأيمن الضغط المزدوج سيتم إتاحة كتابة الاسم الجديد ومن اسم إعادة تسمية الورقة نضغط على enter ليتم إعادة اسم أو تسمية الورقة لحذف ورقة عمل من الممكن أن تقوم بإضافة مجموعة من أوراق العمل ولكن هناك بعض الأوراق المضافة لا تريدها في المصنف فتستطيع حذف ورقة العمل الموجودة في المصنف الخاص بك في ورقة العمل التي لا تريدها نضغط بزر الفارة الأيمن ومن القائمة التي تظهر أمامنا نختار حذف delete بعدها تحذف ورقة العمل التي حددتها إذا نذهب إلى ورقة العمل التي نريد حذفها وبزر الفارة الأيمن نضغط عليها ومن القائمة المستدلة نختار حذف وسيتم حذف ورقة العمل التي حددتها إذا كانت ورقة العمل التي ستحذف تحتوي على بيانات عندها ستظهر نافذة تحذير إذا كانت ورقة العمل التي ستحذف لا تحتوي على بيانات يتم حذفها على الفوق إذا كانت تحتوي على بيانات سيتم إظهار التحذير التالي أو سيحذف مايكروسوفت إكسل هذه الورقة بشكل دائم هل تريد المتابعة؟ اضغط موافق وسيتم حذف الورقة مباشرة وهذا تطبيق عملي لحذف ورقة العمل بعد فتح برناء المصنف نذهب إلى ورقة العمل التي نريد حذفها بزر الفارع الأيمن حذف بعد ظهور التحذير نختار حذف هل تريد المتابعة؟ حذف سيتم حذف الورقة بشكل مباشر تنسيق البيانات قد تحتاج في بعض الأحيان إلى إجراء بعض التنسيقات على الجدول الخاص بك لتتمكن من قراءة البيانات بسهولة أكبر أو لجذب الانتباه لها وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالأرقام يمكنك استخدام نفس الطريقة التي اتبعتها مسبقا في برنامج ميكروسوفت بورد فالأزرار نفسها تقريبا وكذلك يجب عليك تحديد البيانات قبل تنسيقها لتنسيق البيانات في برنامج ميكروسوفت أكسل قد تحتاجه في معظم الأحيان لتنسيق البيانات لا بد في البداية تحديد هذه البيانات ومن ثم نتبع نفس الخطوات التي اتبعناها في برنامج ميكروسوفت بورد لأن الأزرار متشابهة كما أنه يوجد تنسيقات خاصة بالأرقام في برنامج ميكروسوفت أكسل نستطيع من خلال أو في برنامج ميكروسوفت أكسل تنسيق البيانات نستطيع اختيار الخط كما هو موجود في برنامج ميكروسوفت وورد بنفس الأزرار نستطيع اختيار مجموعة من الخطوط أو لون الخط حجم الخط كذلك في قائمة أو من علامة تبويب الشريط الرئيسي في الرقم نستطيع اختيار أو تطبيق تنسيق العملة أو زيادة عدد المنازل العشرية أو تغيير نوع الخلية أيضا في محاذة نستطيع محاذات النص إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى المنتصف كذلك في الأرقام نستطيع إضافة فاصل للأرقام بالآلاف ونقطة للأرقام بالعشرات في محتوى الخلية كذلك تحويل محتوى الخلية إلى نسبة مئوية أو إلى تستطيع إنقاص عدد المنازل العشرية نعود الآن إلى أسئلة التمهيد التي كانت في بداية الدرس هل يمكنك إدراج ورقة عمل في برنامج ميكروسوفت إكسل؟ نعم تستطيع ذلك لأننا في بعض الأحيان نحتاج إلى إضافة أكثر من ورقة عمل في ملف إكسل واحد كان السؤال الثاني هل يمكنك تنسيق البيانات في برنامج ميكروسوفت إكسل؟ الإجابة أيضا نعم نستطيع ذلك لأننا قد نحتاج في بعض الأحيان إلى إجراء بعض التنسيقات على الجدول لنتمكن من قراءة البيانات بسهولة أكبر أو لجذب الانتباه لها وخصوصا فيما يتعلق أو عندما يتعلق الأمر بالأرقام نأتي الآن إلى تقويم الدرس أجب بكلمة صح أمام العبارة الصحيحة أو كلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي أولا تستطيع في برنامج ميكروسوفت إكسل إعادة تسمية ورقة العمل أحسنت إجابة صحيحة لا تستطيع في برنامج ميكروسوفت إكسل إدراج ورقة عمل جديدة العبارة هنا تقول أنه لا يمكنك في برنامج ميكروسوفت إكسل إدراج ورقة عمل جديدة أحسنت إجابة خاطئة يتيح لنا برنامج ميكروسوفت إكسل إدراج أوراق عمل جديدة عندما نحتاج إليها بإمكانك تغيير نوع الخلية في برنامج ميكروسوفت إكسل نعم صحيح إجابة صحيحة تعلمنا في هذا الدرس تطبيق التنسيق المتقدم في جدل البيانات من خلال إدراج ورقة عمل جديدة أيضا إعادة تسمية ورقة العمل حذف ورقة العمل وتنسيق البيانات في ورقة العمل شكرا لكم على حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته